بسم الله الرحمن الرحيم الرابع من المواضع الخمسة التي تحذف فيها همزة الوصل هو أن تدخل همزة الاستفهام أن تدخل همزة الاستفهام همزة الاستفهام على كلمة في أولها همزة وصل وهمزة الوصل مكسورة مثل استغفر اسم اجتماع وحتى تفرق بين الهمزة المكسورة والهمزة المفتوحة انظر إلى همزة الوصل هنا في نطقك أنت استغفر اسم اجتماع لكن انظر إلى الهمزة في أول لفظ الجلالة الله لاحظ اجتماع الله الذكر الذكر السبت لاحظ معي أن الحذف متعلق بدخول همزة الاستفهام همزة الاستفهام على همزة وصل مكسور طيب نريد أن نرى الآن ما الذي يحدث عند دخول همزة الاستفهام على همزة الوصل المكسورة الأصل أن تكون بهذا الشكل هذه همزة الاستفهام استغفر فلان ربه هي الأصل أن تكتب بهذا الشكل إلا أن هذه الهمزة حكم عليها بالحذف أستغفرت ربك أستغفرت ربك ولذلك نضع في آخر مثل هذه الجملة علامة استفهام لأنها دخلت همزة الاستفهام وهي من الحروف على كلمة في أولها همزة وصل مكسورة إذن كيف نعلل الحذف هنا نقول أولاً دخلت همزة الاستفهام على ثانياً همزة وصل وهذه الهمزة مكسورة لذلك لو أدخلت همزة الاستفهام على كلمة اسم ستكون النتيجة بهذا الشكل يعني لن نكتبها مباشرة سنكتبها في صورتها الصحيحة هذه همزة الاستفهام ثم نحذف هذه الهمزة فنقول أسمك خالد وهذه علامة الاستفهام ندخل همزة الاستفهام على اجتماع فنقول أجتماعنا اليوم أجتماعنا اليوم ونضع علامة الاستفهام إذن لو سئلت ما العلة في حذف همزة الاستفهام هنا تقول ما علة حذف إذن لو سئلت عن علة حذف همزة الوصل هنا فتقول لأنها دخلت عليها همزة الاستفهام وهي مكسورة دخلت همزة الاستفهام على همزة وصل مكسورة فحذفت طيب نريد أن نعرف الآن ماذا لو دخلت همزة الاستفهام على همزة وصل غير مكسورة غير مكسورة الحقيقة أن الحكم يختلف ولا علاقة لذلك بالحذف لأن همزة الوصل هنا لا تحذف لعدم تحقق الشروط لأن الهمزة غير مكسورة لذلك الأصل أن تكتب بهذا الشكل A هذه همزة الاستفهام ثم يأتي لفظ الجلالة بهذا الشكل فلما اجتمعت همزة الاستفهام هنا مع همزة الوصل المحذوفة قليبة إلى حرف مد بهذا الشكل لذلك حرف المد هذا في أصله يتكون من همزة من همزة الاستفهام مع همزة الوصل المفتوحة بهذا الشكل لذلك في القرآن الكريم الله أذن لكم الله أذن لكم ثم تأتي علامة الاستفهام لأنها في سؤال ننظر إلى دخول همزة الاستفهام على هذه الكلمة سنجد أنها بالشكل الآتي هذه همزة الاستفهام في قول الله تعالى أذكرين أذكريني حرم أم الأنثيين الأصل أن تكتب بهذا الشكل أذكرين حرم أم الأنثيين إلا أن همزة الاستفهام دخلت على همزة وصل مفتوحة فقلبت إلى مده بهذا الشكل أذكريني حرم أم الأنثيين وتأتي علامة الاستفهام بهذا الشكل ومثلها أيضا لو دخلت على كلمة السبت تقلب إلى مده بهذا الشكل إذن هنا لم تحذف وإنما استعيض عن كتابة همزة القطع وبعدها همزة الوصل مفتوحة بكتابة المده بهذا الشكل وإنما وقع الحذف هنا إذن الحالة الرابعة من حالات حذف همزة الوصل هو أن تدخل همزة الاستفهام على همزة وصل مكسورة على همزة وصل مكسورة بقي عندنا الموضع الخامس الموضع الخامس وهو موضع يتعلق بهذه الكلمات وهو ما نشرحه بعد قليل إن شاء الله تعالى وبهذا أذكركم بالمواضع الأربعة السابقة فأقول إن مواضح حذف همزة الوصل الموضع الأول يتعلق بأل حين تدخل عليها اللام والثاني يتعلق بابن وابنة حين تقع بين علمين في سطر واحد والثاني أبن للأول الموضع الثالث يتعلق بكلمة اسم في البسملة لا غير والموضع الرابع يتعلق بدخول همزة الاستفهام على همزة وصل مكسورة كما رأيتم في هذه الأمثلة ونتعلم الموضع الخامس بعد قليل إن شاء الله تعالى نلتقي مجددا